ازايكوا عامليني يا رب اكونوا بخير توقعت برج السرطان لشهر ديسمبر 2023 وهبدأ باللي بابدأ بيه دايما الجانب المهني محتمل تغيير العمل لمكان تاني واللي مكتوبه اللي قريته بالضبط بسبب قسرة المشاكل يعني فيه مشاكل كتير هتقابل أو هتكتر المشاكل خليني اكون يعني اضاك هتكتر المشاكل مع موالي برج السرطان وده هيكون سبب فيه انهم يغيروا عملهم وكمان ده مش متحدد امتى في الشهر ده مكتوب خلال الشهر بالمناسبة واول حاجة قريتها عايز اقول حاجة لحضرتك وحضرتك لو فيه خلافات كتير وفيه مشاكل كتير ما تحاولوش تاخدوا قرار انه تسيبوا مكان الشغل بسهولة تبعدوا عن اجواء المشاكل دي شوية على قد ما تقدروا لان ده ممكن يخليكوا تفكروا بشكل احسن وبهدوء اكتر دي بس نصيحة حبيت اقولها وعايز اقول ان اول الشهر هيكون فيه مجهود زيادة لان هيكون فيه اوقات عمل اضافية واوقات العمل اضافية دي هتستمر للاسبوع التاني غير ان فيه حركة تنقلات من بعد يوم عشرين لنهاية الشهر حركة التنقلات دي المفروض انها ايجابية او في صالح موليد برج السرطان ترقيات او نقلة من قسم القسمة اخر وكمان نهاية الشهر هيكون الامور مستقرة ربنا يوفقكو ويديكو الحكمة ويقويكو اوعوا تتخذوا قرار ان انتو تسيبوا العمل بشكل سريع ده قرار ماينفعش يتخذ بسرعة ده قرار عشان ناخده لازم يكون عندنا البديل ولازم نكون متزنين ما ناخدوشو احنا متضايقين واحنا مضغوطين لا ندي نفسنا يعني فتر كده راح ادي نفسي فرصة عايز اقول لك وقولك بدل ما تكرر سيبي الشغل اقول انا هاخد اجازة مش عايزيني يدوك اجازة لا اصر ان انت تاخد اجازة خد اجازة وخدي اجازة ورجعوا حسابتكو تاني هديت وقدرت تفكر بشكل احسن وعرفت ازاي هتتعامل مع المشاكل او رتبت نفسك انك ازاي هتتعامل مع المشاكل تمام وساعتها ده هيطلع منك القرار السليم مادام هديت هتتزن والاتزان هيخليكو كمان هتبقى فرصة انك تفكر براحتك ربنا يوفقكو ويديكو الحكمة ويقويكو هدخل ع الجانب العاطفي هبدأ بالعزاب الارتباط بالنسبة ضعيفة جدا اول شهر وده بسبب ان مواليد برج السرطان او عزاب برج السرطان هيفكروا بشكل عملي اكتر ده هو يعني مكتوبة كده عقلاني اكتر وهي عملي يعني شفت انتو العقل بيخلينا ايه بيخلي فرص الارتباط تقل لا او دي مش مكتوبة انها تقل عادي كده ده مكتوبة تكون ضعيفة جدا يعني العقل بيقول ان احنا ما نرتبطش واخدين بالكم المهم يعني وعلى فكرة العقل ممكن يخلينا كمان بالمناسبة ان ارتبط ارتباط مناسب جدا ويكون مريح كمان يخلينا نختار الشخصية اللي هنكمل معها حياتنا بشكل افضل المهم ان كل ده هيكون اول عشر ايام فرص اللي ارتبط هكون ضعيفة بسبب التفكير العملي بشكل كبير لعزاب برج السرطان وبعد يوم عشرة اجتماعات جديدة وهكون فيه شخصيات في الاجتماعات دي هتجذب عزاب برج السرطان هتشدهم يعني وهنا نسبة الارتباط هتزيد وهتزيد بنسبة كبيرة كمان لحد يوم خمسة وعشرين اما بالنسبة للارتباط التقليدي او الصالونات زي ما بنسميه هيكون فيه ارتباط برضو نسبة بس متوسطة وهتكون اخر خمستاشر يوم في الشهر ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة اهم حاجة يا جماعة سدقوني ادوا لنفسكم دايما فرصة تعرفوا الشخصية بلاش نستعجل ونحكم بسرعة ان هي دي الشخصية اللي هكامل معها حياتي بلاش نحكم بالمظاهر خلي بالكم الحاجات دي بلاش تحكموا بعواطفكم او تمشوا عراء واطفكم امشوا عراء عقلكم امشوا عراء عقله ما بيخسارش ربنا يبعت تاني لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة هدخل على المتزوجين والمرتبطين استقرار اول عشر ايام في العلاقة ما بين الطرفين اول عشر ايام في الشعر هيكونوا مستقررين جدا ولكن من بعد يوم اتناشر هيكون في خلافات والخلافات ده بسبب اختلاف القراء والخلافات دي هتستمر معنا شوية حلوين يعني هتكمل لحد يوم عشرين يا جماعة ماينفعش كلنا نبقى على رأي واحد يعني حتى هو ربنا هيمكن خلقنا كده احنا ماينفعش يبقى رأينا احنا كلنا مش نسخة واحد كل واحد ليه زوقه وليه نظرته وليه وجهة نظره مش معنا اللي قدامي قلتها كتير يعني بيختلف معايا في الرأي وبقى هو ضدي لأ طبعا والد ان هو يكون صح انت بتحب الغوامي انا بحب الفواتح هي بتحب الشفتيشي مثلا يعني خلي بالكم في حاجات كده لازم نعرف ان هي يعني حتى فيه مثلا يقول لك اللي اختلفت الاراء لبارة السلع لازم يبقى فيه اختلاف اختلافنا ده المفروض نتقبله وممكن كمان نتعلم منه يعني ممكن اللي قدامك لو مختلف معك او المرتبط بيها او زوجتك مختلف معايا ممكن تقول لك حاجة في الاختلافة ده تاخد بالك انت باكنش ياخد بالك منها شوف الاختلاف فرق في ايه ونفع في ايه مش هو الاختلاف اللي نعمل عليه مشاكل ولو عايزين نعمل عليه مشاكل يبقى باحترامه يعني اللي هو ندي نفسنا فرصة نتناقش مش لدرجة خلافات طوعة كل ده المهم ان على نهاية الشهر هينتهي الخلافات وهيكون فيه استقرار وكمان احتمال يكون فيه اخبار مفرحة للمتزوجين من مولي برج السرطان رب نهدي سر كل بيت ويكمل المرتبطين على خير خش بقى على الجانب العائلي تجمعات عائلية بنسبة كبيرة جدا اول عشرين يوم وبعد اول عشرين يوم واخر عشر ايام خليني نقولها بالعكس التجمعات هتقل وهكون بنسبة ضعيفة او بنسبة قليلة حاجة تانية عايز اقول ان التجمعات الشهر ده لعائلات مولي برج السرطان كلها هتكون على اجواء سعيدة ويا رب كل عائلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة هدخل على الجانب المالي الامور المالية هتكون ضعيفة اول الشهر وده اول عشر ايام وبعدها هتستقر نسبيا يعني برضو هتكون مستقرة ولكن مش بالنسبة كبيرة اما من بعد يوم عشرين بقى مكتوب حاجة جامدة هتنقل بالموازين يعني الامور هتتغير خالص هتتغير للاحسن هيكون فيه دخل مادي كويس وكمان فيه فرص هيقدروا يستغلوها مولي برج السرطان هتعزز من المادياتهم بشكل كبير ياريت نفكر ازاي نزود داخلنا ياريت نفكر العمل الاضافي اللي ممكن نعمله وهيفرق معاكو جدا ربنا يوسع من الرزق جميع هدخل على صحاب المشاريع ارباح مرتفعة جدا وده اول خمستاشر يوم وبعدها هتقل تدريجيا لنهاية الشهر ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم هدخل على الجانب التعليمي اخر حاجة بقى اوقات مهمة في حياة طلاب برج السرطان وده اول خمستاشر يوم في الشهر وهيكون انشغالهم كبير جدا اما على نهاية الشهر ففيه اخبار مفرحة جدا في انتظارهم عايز اقول للشباب والبنات المفروض الفترة اللي انت فيها دي ما يكونش شغل بالك غير النجاح ودراستك والمواد بس يعني انت وانتي المفروض اللي يكون شغلكو هو ده انا هوصل للنجاح ازاي من خلال مذاكرتي المذاكرة هي الطريق اللي هيوديني على النجاح يبقى لازم اذاكل واتعب والحق لاني اظن الامتحانات ابتدت او داخلين عليها ايا كان يعني المراحل الدراسية يبقى لازم ابتدي اجهز نفسي وكون على استعداد تمام زي كده العيب الكرة اللي بيكون متمرن وبينزل الماتش وبيكون مستعد فانت كمان لازم تستعد وانتي عشان ان شاء الله ان شاء الله تجيبه جون وان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت وقعات برج السرطان لشهر ديسمبر 2023 عجبكم الكلام ده لا تنسونيش في اللايك لو اشترك او مشتركة اتشتركوا عشان شوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها شكرا وليكو سلام